مبروك لمنتخب الجزائري الشقيق الفوز ببطولة كأس العرب 2-0 على المنتخب التونسي كانت مباراة قوية جدا من أفضل مباراة ربما بعد مباراة الجزائر والمغرب تاني مباراة قوية جدا مباراة النهاردة النهائي بين تونس والجزائر ولكن أضاع المنتخب التونسي العديد من الأهداف وبالتالي هي فرصة بينتاز الفرصة بيسجل بيفوز وهكذا فعلت الجزائر اليوم في هذه المباراة بهدفين أمير سعيود وياسين براهيم 2-0 لجزائر وهي المرة الأولى التي تفوز فيها الجزائر بهذه البطولة مصر كانت فازت بها مرة السعودية مرتين العراق أربع مرات تونس مرة واليوم منتخب الجزائري الشقيق له كل التحية منتخب محترم جدا من أول مباراة الجزائر والبطولة بتابع منتخب الجزائري زيه زي المغرب زي تونس طبعا وغير ولكن منتخب الجزائري من الأول منتخب قوي جدا النهائي يا الجزائر يا المغرب ولكن لما قابلوا بعض خلاص فبقى فيه منتخب واحد منهم اللي هو موجود وكان منتخب الجزائري النهاردة منتخب الجزائري مباراة كانت يعني فيها خشونة كتيرة جدا فيها تقدر تقول عليها معركة كروية على أرض الملعب كانت هي معركة من أول كرة لآخر كرة من يفوز ما تبقاش عارف الجزائر تستحوز ثم تونس تستحوز وانفراضات الحرساء المرمى بيشيلوا أهداف ولكن في الآخر الجزائر خلصت في الشط الإضافي الثاني جنين ولا أجمل من أحلى الأهداف اللي كانت جن في الشط الأولاني وجن في الشط التاني 2-0 لمنتخب الجزائري مبروك للأشقاء فيها الجزائر على هذه البطولة لأول مرة أداء محترم جدا فريق محترم بالمناسبة مفهوش محترفين محترفين مش موجودين خلي بالكم ده الفارق المنتخب الجزائري اللي بيلعبوا دول مفهومش حد محترف دول مفترض لاحتياطي فمتخيل لم يبقى دول احتياطي ما بالك بالفريق الكبير الجزائري عندهم مين هيعملوا إيه اللي هيقابلوا في مجموعات التصويرات هيعمل معهم إيه منتخب قوي جدا وبيلعبوا بروح بصراحة الجزائر مهو الماتش رائع عشان يفوز بالمطولة يعني مش بيدلعوا بروح قتالية بيقتل على كل كورة بيلعبوا على كل كورة عايز يفوز عايز يرفع عالم بلده يحتفل جماهير الكبيرة اللي راحت واللي موجودة واللي سافرت واللي قاعد انك بيحتفل عايز ناسه تفرح وتنبسط ده المنتخب اللي رايح ان يسعد جمهوره مش منتخب رايح يدايقنا منتخبنا النهاردة منتخب انا نفسي كيروش يقول لي امتى هيبقى عندي منتخب بيلعب بروح قتالية امتى يقول لي الكلام ده امتى لاقي كابتن كيروش النهاردة يقدم لنا كورة جميلة ده مفيش ماتش يا جماعة الماتش الوحيد مشافنوش طبعا مباراتنا امام تونس عشان كنا بنؤدي العمرة في ذلك الوقت وبالتالي العمرة اهم من اي حاجة قديني العمرة وخرجنا من العمرة طبعا ولا في دماغك في دماغك انت تؤدي العمرة مكانش في دماغنا حاجة تانية غير العمرة نخرج خلصنا فين بعد ما خلصنا ممكن بساعة حد من فين ده تونس خلاص مهم فانت النهاردة حضراتكم بتشوف ماتشات مصر من اول ماتش لماتش النهاردة ما شفتش منتخب كامل كل يوم بيغير لك واحد مرة يلعب شريف يمين ومرة شمال ومرة نص ومرة وراء ومرة نقص يلعب محمد شريف حارس مرمة شريف مش عارف مكانه فين قفشة مش عارف مكانه فين مصطفى فتحة مش عارف مكانه فين لخبط المنتخب بقى عندنا لخبطة اللعبة مش عارفة بتلعب ايه يقول لهم لعبوا ضربات الجزاء في اليمين الشطوة في الشمال فتتصد فنخرج بمطولة ناخد مركز رابع وعلى فكرة منتخب قطر لا يستحق اي شيء ليه بقول كده مجاملة حكام عندنا حكم النهاردة لينا ضرب الجزاء حسب تقدير الشخصي تقدير الشخصي لينا ضرب الجزاء فأولاد صحيح علينا ما بيدهلناش فأولاد غلط بيدهلهم انفروق حاجات عجيبة جدا من الحكم النهاردة التحكيم كان يجامل قطر مجاملة فضيحة يعني أسوأ حاجة في أزيل بطولة التحكيم الأسوأ هو التحكيم في أزيل بطولة ده مبارح مدي مطش قطر والجزائر أول مبارح تسعة عشر دقيقة وقت بدل ضايع لم تحدث من قبل يعني بنشوف كورة بنتابع كورة من الدوريات والبطولات كوب أمريكا لأوروبا لأفريقيا لأسيا عمرك ما تشوف أبدا حكم إدى تسعتاشر دقيقة إيه لا في أزيل بطولة عشان قطر تفوز ولكن الجزائر فازت في آخر ثانية وهو انت ممكن تزود وتعمل عشان إيه يا إدي بقى زود زود قطرين جمو جون مخلص زي النهاردة الجون اللي جموه ضربة الجزاء المفروض كان يرجع للفار لكن برجعش هو عايز كاتر تاخد توقف على المنصة مش مهم مصر لو رجع للفار كان هيرجع الكورة تعاد مرة أخرى لأنه حارس المرمى اللي ضعها شريف حارس المرمى تحرك فأنت النهاردة كحاكم تاني بقول لا عدالة في هذه البطولة العدالة ضاعت تحكيم صعب وإنفنتينو موجود بس هيعمل إيه هو ينزل يحكم قاعد بيتفرج وحاطه توش في وش الدنيا كلها رجل على الرجل ووشه كده في وش الناس اللي قاعد جنبه على يمينه وعلى شمال ولا همه حد هو رئيس رئيس العالم في كرة القدم العالم كله رئيسه إنفنتينو فجاي النهاردة تقول لي أهلا شكرا بالبطولة والبطولة ويتعاملك ولكن في فساة التحكيم يعني الكلام اللي بقوله فساة التحكيم إذا أنت كرة الأولانية رجل الكرة اللي صدها الشناوي قال لك الشناوي تحرك زيها بالظبط حارس مرمة قطر اتحرك زي الشناوي بالظبط ولكن مصر أعيد وربنا كرمنا عدلة السماء تخرجه الكرة وقلني يا رب يكرمنا شايفين انفنتينو عامل ايه شايفين حضراتكم معرفش مين على شمال ومين على مين ومعرفش مش مهم اللقطة دي طبعا الترفيزيون لما خادها راح ايه قطع عليه وساب اليمن والشمال مش عايز يوريك مين قاعد جنبه وعمل جا عامل ده في وش الكل فهل في عدالة فيش عدالة يا جماعة فيش عدالة مش عدالة التحكيم احنا نستحق نستحق على الاقل بمركز التالت بهذا الاداء بس كنا نستحق النهاردة ولكن للأسف الشديد يعني ضيعنا ضيعنا مفردات محمد شريف ده ضيع جنب لا يمكن يضيع ده لو احساسان تبتدأي هيجيب الجنب ونخلص مصطفى فتح في آخر ثانية مصطفى قطع من ناحا اليمين بتاعتنا وعدة لو مصطفى شاط في الزاوية البعيدة هيجيبها جنب لو رجحها الورا هتيجي جنب ونخلص ولكن فيه أنانية فيه أنانية شديدة جدا معجبنيش منتخبني ممكن غير اثنين ثلاثة بصراحة من بداية الدول لحد النهاردة فتوح تتكلم عليه ونوشي تتكلم عليه وعمر السليل تتكلم عليه وحمد فتح وعب منعم وعمر كمال الناس بتلعب بروح قتالية بجد انما الباقي رايح جاي رايح جاي وانا نفسي كمان اسأل هو طرق حمد فين طرق حمد معاك ولا مش معاك ماقعده ليه سايبه هنا في مصر يقعد تفرق زينا ده أحسن واحد بلعب طرق حمد مساك ما حصلش زيه لكن هو المدرب عندي مشكلة مع بعض اللعيبة مش عاجبني فلان يا سيدة أنا عايز عايز طارق يبقى موجود معايا ليه ما تاخدش طرق حمد واخد الناس ما عندهاش خبرة فيهم طبعا لعيبة اكتشفنا نجوم واكتشفنا لعيبة كويسة وبدال وعندي بدل الأهل والزمالك عندي فرق أخرى موجودة عظيم حلو ولكن كمان محتاج خبرات في هذه المطشاط محتاج واحد يمسي الكورة واحد يبقى زي ما يقول كده طارق وتد ما لاقيش طارق حمد اللي انتوا بقى محتاجوا هزير مطشاط ما احترام لكل اللعيبة أبتكلم على واحد اضرب بقى أمسينا زي كده عشرة وراحين بقى بطولة أفريقيا يوجي يقولك ايه ادي تجربة طب تجربة رحت ليه ازي تجربة وتوجه على البنة ليه وازعانا ليه وادقنا ليه قصب انجهز طب يا سيدي جاهز على عينه وعلى راسي رايح بطولة أفريقيا عارفة تلعب مين منتخبك محمد صلاحي ما يجي لك والنين اللي ما يجي لك وتريسي جيه لما يجي لك ومصطفى محمد لما يجي لك يا مساهل يا رب وبالمناسبة احنا أفريقيا ده بطولة مهمة جدا لو بنلعب بالحل اللي عبين بيدا النهاردة ما تروحوش يعني لو انتوا كده عمالين تعملوها تأسيمة ورجل وراء ورجل قدام أنا بقول لك اهو يقول لك بنبني منتخب بتبني منتخب هو ده المنتخب اللي رايح بيه أفريقيا ورايح بيه تلصيات كاس العالم ولا فين اللي عندك قصو بنجهز بنعمل انت رايح تجهز ورايح تاخد بطولة انت ملتناش ان انت رايح كده مشاركة يعني تمسيل مشرف قاعدين نتفرج والناس قاعدين تتفرج وقفوا على رجليها وعمالة الناس زعلانة والناس زعلانة ولكن تاني بقول ما قدناش الاداء المفترض يليك منتخب مصر يا جماعة فيه ايه عندي مئة مليون مش قادر اطلع منهم عشرين واربعة وعشرين واحد هنفضل في الكلام ده ما عندنا لعبة كويسة جدا والكشفين يدوروا واللي عمل صلاحه تريزي جيوة وانني يعمل زيهم تاني حرقة عصاب ما مشوفهاش في اي منتخبات تانية كان نفسي الاقي شوية جمل يا سيدي ايه عب حلو واتغلب وارد في كرة القدم طبيعي ليه باربول بيتغلب الستة بيتغلب بارشلونة بيتغلب دلوقتي بقى ايه بيتغلب حتى منطوبه الارض بارشلونة دلوقتي خلاص بقى فتعة السبعتاشر فانبقاشر من قياس بارشلونة خلاص انتهى بارشلونة انتهى فانت النهاردة ايه حضرتك العب ماتش حلوة يا اخي خلينا ابقى انا طالع سعيد بالاداء مبسوط بالاداء وقول مش مشكلة خالص انما لا اداء ولا فنيات ولا روح قتالية اللي احنا تمناها المنتخب زي ما شوف الجزائر النهاردة واشوف تونس النهاردة اداء ما اعجبناش احنا دماغنا في الكورة احنا عندنا هدف وبطولة الدنيا كلها بتفرج عليها حتى لو كانت لأول مرة تبقى الفيفا وقال لك هتبقى مستمرة احنا الفيفا موجودة وبترعى هذه البطولة المراتي والبطولات القادمة بإذن الله تعالى ولكن هو جمعت العرب جمعت الناس مع بعض ايجا مهير هتفات والله صعبان عليها الجمهور اللي كان قاعد بيش يعني سايب حاله وماله ورايع قاعد في المدرجات وطبعا بس هم بيحب بلادهم وما يصدقوا منتخبهم موجود وعلم مصر وإدافاته وبلاد بلادي وحاجة عظيمة جدا دي الحاجات اللي ايه تسعدك ترجمة نانسي قنقر